الواحدة السادسة نظام التعليم العام في المملكة العربية السعودية حناصر الواحدة السادسة نظام التعليم العام في المملكة وسنتحدث فيه عن إدارة التعليم العام في المملكة نشير إلى نظرة تاريخية أي قذرة التعليم بالمملكة بدءا من غار حراء المكان الأول لتعبد الرسول على الصلاة والسلام ثم دار الأرقم بناء بالأرقم ثم الهجرة إلى من مكة إلى المدينة المسجد كمدرسة المعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وتلامتها وصحابة الخلفاء الرشيدون إشارات وفلاشات سريعة على القذور التاريخية التي ربت المجتمع المسلم ستتم الإشارة إلى مستوى إدارات التعليم الإدارة العليا ونقصد بها الوزارة هيكلها وهدفها ستم الإشارة إلى الإدارة الوسطى إدارات التعليم ونقصد بها الإدارة العاملة تربية التعليم في المنطقة وإدارة تربية التعليم في المحافظات كما ستتم الإشارة إلى الإدارة الإشرافية وإدارة المدارس كما ستتم الإشارة إلى أهداف التعليم في المملكة العربية السعودية بشكل عام الإشارة إلى الهداف العام للتعليم والمرتبطة بتنمية الجانب العقلية الإيمانية في شخصيات التلاميذ ثم إشارات سريعة إلى أهداف التعليم الابتدائي وأهداف التعليم المتوسط وأهداف التعليم الثانوي كذلك في آخر نقطة من عناصر البحث السادسة ستتم الإشارة إلى القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام في المملكة وعندما نقول مدارس التعليم العام نقصد مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في هذه القواعد ستتم الإشارة إلى المصطلحات الواردة في القواعد التنظيمية قواعد قبول الطلبة وشروطة تشكيل المدارس المدرسية قواعد السلوك والموظمة للتلاميذ النشاط المدرسي وأحكام عامة حول إدارة مغام المدرسة كما ستتم الإشارة إلى مسؤوليات العاملين في المدرسة مدير المدرسة وكيل المدرسة المعلم المرشد الطلابي المجالسة اللقانة المدرسية محضر المختبرات مسؤولية الكاتب مسؤولية العامل المستخدم مسؤولية حارس المدرسة أمين مركز مصادر التعلم والمكتبة